ولأن القوى السياسية مشغلة بأولويات تشكيل الحكومة المقبلة ورسم مراكز النفوذ البديلة بعد انسحاب التيار الصدري فقد كشف القيادي في تحالف العزم فارس الفارس بعد اجتماع تشاوري موسطع عن سعي تحالفه للاستحواذ على كرسي رئاسة البرلمان وقال الفارس ان تحالف عزم يريد رئاسة مجلس النواب وسيعمل للوصول إليها وانقالة رئيس البرلمان قرار بحاجة إلى استعدادات معينة مع وجود حالة احباط متعددة الجوانب فيما اكد القيادي في التنسيقي حامد الموسوي توجه الاطار للشراكة مع العزم في مسارة تشكيل الحكومة المقبلة واضاف ان الانشقاقات الاخيرة في تحالف السيادة تجعل من العزم الشريك المستقبلي مضيحان ان الارقام المتحققة تفرض هذه الشراكة